انتم شايفين يا حبيبي قدرنا نشغل الرسيفر على الموبايل بكل سهولة ويلا بينا بقى على الشرح علشان نقول المكونات وايه اللي احنا عملناه يلا بينا على الشرح بسم الله الرحمن الرحيم علشان نقدر يا شباب نعرض الرسيفر او اي جهاز الرسيفر نقدر نشغله على الهاتف المحمول دي المكونات المطلوبة علشان نقدر نشتغل ونشغل على الهاتف المحمول ونعرض الرسيفر سواء كان نيلسات او اي امر انت حابب تشاهده هنقدر نعرضه على الهاتف دلوقتي بس نرجع مع بعض المكونات علشان ما ننساش اي حاجة ونوفر على اخواتنا وحبيبنا اللي بيكتبوا في التعليق بيسألوا على اي حاجة يبقى لازم نشاهد للاخر الفيديو تعمل لايك للفيديو تشاير الفيديو تحاول تساعدنا عشان نقدر نستمر في المزيد بازن الله من الفيديوهات المفيدة لكل اخواتنا ولكل المشاهدين ولكل المتابعين اللي انا دايما في كل الفيديوهات بقدم لهم الشكر والتحية والتقدير والاحترام لكل مشاهديني ولكل متابعين طيب نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم طبعا معنا رسيفر ده رسيفر طبعا ده صيني ده رسيفر صيني اللي هو معالج علي ده طبعا مشغال HD بيشتغل طبعا على كابل الفيديو التلاتة في واحد ده وبيشتغل على اي تلفزيون طيب انا يا استاذ حابب اشغل على طبعا ده هيشتغل واي رسيفر تاني هيشتغل على الموبايل طبعا طيب انا مش حابب اشغل ده وانا عايز اشغل حاجة طبعا من بيشتغل على السيرفر وبيشتغل طبعا القنوات الرياضية وبيشتغل وايرلس طيب انا حابب اشغله واخليه يعرض معي على الهاتف المحمول طيب ايه المطلوب ايه المطلوب حضرتك طبعا هنعرف ايه المطلوب طبعا دي العدسة بتاعته اللي بتجيب الاركام وطبعا ده الرمود بتاعه وده طبعا دوبتر اللي بيشتغل عليه من متين وعشرين بيدي لك اتناشر فولت طيب مبدئيا كده بقا هنشيل كل الحاجة دي كده نشيلها على جامل طبعا انا قلتلك الفكرة هتشتغل على اي رسيفر انت حابب تشغله طيب الريسيفر ده هيشتغل طبعا فيه مخرج هنا الهاتش دي اللي هو بيعرض على شاشات الهاتش دي طيب انا حابب اشغله طبعا على تلفزيون عادة تلفزيون عادة او جاكات مثلا زي كده او كامرة مراقبة او عايز اشغله على اي حاجة بتشتغل من خلال الاديو والفيديو طبعا عندي اديو فيديو وفيديو فيه عندي مدخل هنا للفيديو موجود في الريسيفر تمام يا حبايبي كده تمام لو انا هشتغل من خلال الكهربا طبعا ٢٢٠ هوصل الباور ٢٢٠ لـ ١٢ فولت طبعا المحاول بحولي ٢٢٠ لـ ٢٢ فولت طيب مبدئين انا انصح لو انت صناعي وبتعوز تحتاج تركب ديش يفضل انك تجيب بطارية طبعا انا عندي بطارية في جهاز زي كده دي بطارية موجودة في جهاز زي كده طبعا هوصل كده في الجهاز في البطارية الجهاز هشتغل معايا وهيبقى زي الفول طيب ايه بقى المهم والاهم في الموضوع ايه المهم في الموضوع في كارت زي كده يو اس بي كارت يو اس بي اسمه فيديو دي في ار فيديو دي في ار طبعا في نوع منه التاني هحاولي عرضه لك دلوقتي برضو ممتاز بيقوم بنفس المهمة وبيعمل نفس الشغل اسمه ايزي كار ايزي كار هعرضه لك دلوقتي على الشاشة قدامك علشان لو ملاقيتش ده موجود في السوق تقدر تجيب التاني طيب ماشا هنقدر نشتغل من خلاله طيب هنشتغل من خلاله دلوقتي وهنعرف هنعملين لازم لازم يا حبيبي الهاتف بتاعك اي هاتف يكون بيدعم الفلاشات يعني بيركب فيه قطعة زي دي كده بتركب فيه وبيوصل فيها فلاشة اليو اس بي او اي هارد ديسك خارجي لو الهاتف بتاعك بيدعم وتسعين في المئة من الهواتف الزكية طبعا كلها بتدعم الخاصية الموجودة انا مش عايز انسح حاجة في الشرح واسف لو بطول في الشرح بس والله بكون حريص ان كل اخواتي وكل حبيبي اوفر عليهم ان حد يسألني سؤال انا نسيت اقوله في الشرح طيب يبقى مبدئيا كده احنا عارفنا هنجيب ايه هنجيب طبعا الجهاز اللي احنا قلنا عليه ده كارت موجود متوفر في السوق طبعا سعره ممكن يعمله ميت جنيه مية وعشرين جنيه في السوق المصر عندنا وممكن يكون فيه اسعار اقل من كده بكتير طيب ده كارت يو اس بي وجاي معاه طبعا التطويلة بتاعت اليو اس بي دي تطويلة كابل اليو اس بي علشان لما نيجي نوصل فلاشة او نوصل اي حاجة على الهاتف طبعا الكارت ده حبيبي معمولة علشان اي حد عنده لابتوب يقدر من خلاله يشغل التفي على اللابتوب بكل سهولة ويعرض التفيه بكل سهولة ويقدر يشغل كاميرات المراقبة عليه يقدر يعرض كاميرات المراقبة عليه على اللابتوب او الكمبيوتر او الهاتف المحمول هركز معايا واحنا ان شاء الله بإذن الله مش هنسيب لك حاجة ويلا بينا على التوصيل على طول خليك معايا ما تروحش في اي مكان وهنشتغل على الهاتف مباشرة طبعا يا حبيبي لازم لازم تجيب عندك تحمل تطبيق يو اس بي كاميرا يو اس بي كاميرا اللي ظهر قدامك في الصورة قدامك دلوقتي يو اس بي كاميرا وتركب عندك قطعة اليو اس بي ويكون الهاتف بتاعك بيدعم اليو اس بي الفلاشات بعد كده هنفتح البرنامج زي ما انتم شايفين كمام وهنجيب طبعا عندك الوصلة دي ممكن تركب طبعا الكارت هنا مباشرة وممكن نشتغل على وصل التطويل اليو اس بي وصل التطويل اليو اس بي يكون افضل علشان ما تتعرضش طبعا للكسر أو تبوز السوكت بتاع الهاتف هنوصل كده بالشكل اللي انتم شايفينه وهنجيب الجاكات التلاتة في واحد اللي وصلين فيه الرسيفر زي ما احنا قلنا وهتوصل طبعا الأصفر في الأصفر والأبيض في الأبيض والأحمر في الأحمر طيب في حد من اخواتي ممكن يجيب الوصلة زي دي كده ويلاقي الفرد مش شغالة وناس كتير اتعرضت للمشكلة دي طبعا فيه شركات منزلة الوصلة دي ممكن تلاقي مكان الفيديو ده الأصفر ده فيديو والاتنين دول إيديو دول إيديو صوت فيه ناس جابت له الكابل ده والوصلة دي معرفة فيتشي تشغل هقولك ليه ممكن يبقى الفيديو عندك اللون الأحمر تبدأ تبدل وتجيب الأحمر مكان الفيديو اللي موجود هنا لعند ما يعرض معاك الصورة لحد ما يعرض معاك الصورة طيب اخواتي وحبيبي نركز مع بعض كويس في الشرح كده احنا وصلنا الكابل وطبعا حطينا البرنامج اللي احنا اتفقنا عليه اللي من خلاله هنشغل التفي هنركب كده باسم الله طبعا هنا نور كده شغال هيبدأ يعرض معايا طبعا كاتب لي ايه لا توجد اشارة لا توجد اشارة يبقى احنا فعلا لسه موصلناش كابل الاشارة يبقى نجيب كابل الاشارة نجيب كابل الاشارة احنا كل حاجة تبقى قدامك كده واضحة طبعا البطارية طبعا دي البطارية او او متين وعشرين على طبعا محول هتديك الاثناشر فونت اللي جاي مع الرسيفة طبعا نوصل كابل الاشارة بسم الله اشتركوا في القناة هتديش تقدر تشتغل من خلال الوصلة دي طبعا هنا انا قلتلك انا جاي بطارية ليه؟ علشان اقصر عليك انك تسئل سؤال وتقول لي هو ينفع يا باش مواندس ان احنا نشتغل به كيف تشتغل بيه بالبطارية انا اقول لك ينفع على بطارية 12 فولت ينفع تشتغل عليه كده تمام هنبدأ بقى نقلب كده كل القنوات شجالة معاك والجودة تمام وكل حاجة تمام في حاجة مهمة جدا ممكن حد يسألها لي من اخواتي وحبايب المشاهدين والمتابعين اللي انا دايما باحترمهم في كل فيديوهاتي وبحاول بقدر المستطاع ان اوصل لهم المعلومة وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم طيب عندك في خاصية جميلة جدا ايه هي بقى ممكن تضغط هنا كده وتعمل record record يعني ايه يعني تسجيل هضغط كده هيسجل طبعا جاب لك علامة التسجيل وبدأ يعد معاك بسجلة طيب لو انا بشاهد حاجة مهمة جدا وعايز احملها عندي على هاتف هقدر هتقدر من خلال record وهتقدر تحمل اي حاجة انت حاب تحملها هتقدر تحمل فيديو تحمل مباراة تحمل فيلم تحمل مسلسل تحمل برنامج تحمل اي حاجة انت بتشاهدها على الرسيفر بتاع حضرتك يارب الشرح يكون عجب اخواتي وحبيبي يارب كلهم يكون استفادوا هتسيب لك في صندوق الوصف عشان هتسهل عليك الموضوع الرابط بتاع البرنامج وانت لو كتبت عندك البرنامج هتلاقيه على طول موجود عندك في المتجر بليه تقدر تحمله اللي هو برنامج USB Camera USB Camera اسم البرنامج بسم الله الرحمن الرحيم USB Camera ياريت بس الصورة تكون واضحة لاخواتي حبيبي لان الصورة من هاتف لهاتف طبعا USB Camera تمام حبيبي طبعا كل ده سهل وكل اخواتي هيقدروا يعملوا اللي هم عايزينه بإذن الله ويا رب تكون استفدتوا في المعلومة واي حد محتاج مني اي سؤال يسيبوا فيه صندوق الوصف بس ما تنساش تعمل لايك علشان نقدر نستمر وفي اخر الفيديو بقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ولا اع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة